أصبح يتردد اسم منظمة الصحة العالمية بشكل مكثف في الأخبار بسبب الوباء الذي ينتشر في العالم وهي ببساطة إحدى منظمات المنظمات التابعة للأمم المتحدة وتمول من قبل الدول الأعضاء بمساهمات مختلفة إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تعليق مساهمة بلاده في تمويلها لأن لديه ملاحظات على إدارتها للأزمة أصدرت التعليمات لإدارتي بوقف تمويلنا لمنظمة الصحة العالمية بينما نقوم بتحقيقنا لتقييم الدور الذي قامت به المنظمة في سوء إدارة انتشار فيروس كورونا وفي التغطية عليه إن أحد القرارات الخطيرة والكارثية للمنظمة تمثل في معارضتها لفرض قيود على السفر من الصين وبلاد أخرى لكن كيف يترجم هذا بلغة المصاري التي يفهمها الجميع الولايات المتحدة قدمت العام الماضي أربعمائة مليون دولار تمويلا للمنظمة وهذا المبلغ يعادل خمسة عشر في المائة من ميزانياتها الكاملة لأن أمريكا أكبر ممولا فرديا لها طيب ما السبب الذي دفع ترامب لاتخاذ إجراءات عقابية ضد هذه المنظمة الأمامية وهل للصين علاقة بالموضوع؟ منظمة الصحة العالمية قبلت طواعية الضمانات الظاهرية التي قدمتها الصين كما دافعت عن تصرفات الحكومة الصينية وواصل بها الأمر لكيل المديح للصين لما يسمى بالشفافية الرئيس الأمريكي كان يشير إلى عدد من التصريحات التي أدلى بها مدير منظمة ومنها لقاؤه الرئيس الصيني في أواخر شهر كانون الثاني يناير جنبا إلى جنب بدأتم باتباع إجراءات حازمة للصحة العامة وهذا أمر بالغ الأهمية ونحن فقرون بذلك الأمر الآخر هو الالتزام السياسي وقيادتكم الشخصية التي كنا نتعبعها وذلك بالإضافة إلى فريقكم الذي سيساعد بوقف الفيروس بالطبع قرار ترامب لقى انتقادات كثيرة وأولوها من الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيرش يقول الوقت ليس مناسبا لتقليص الموارد لعمليات منظمة الصحة العالمية أو أي منظمة إنسانية أخرى في مكافحة الفيروس هذا وقت الوحدة وعلى المجتمع الدولي العمل سويا في تضامن لوقف الفيروس وتبعاته المدمرة هناك انتقادات أخرى وجهت من بيل جيتس الذي أعلن عزمه انفاق المليارات من الدولارات لتطوير لقاح ضد الفيروس التاجي فغرد إن وقف تمويل منظمة الصحة العالمية أثناء أزمة صحية عالمية يعد أمرا خطيرا إن عملهم يبطي انتشار كوفيد-19 وإذا تم إيقاف هذا العمل فلا يمكن لمنظمة أخرى استبداله يحتاج العالم لمنظمة الصحة العالمية الآن أكثر من أي وقت مضى الكثير من المغردين العرب قرأوا هذا الخبر وعلقوا عليه منهم حندين يقول منظمة الصحة العالمية تستحق عقوبات أشد من ذلك لأنها خدعت العالم بتواطئها مع الصين مؤدية إلى كارثة إنسانية أما السهم الإماراتي هكذا يسمي حسابه إذا وافق الكونغرس يعني بداية سقوط المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة إيكولايزر وهكذا يسمي حسابه أيضا يقول إيكولايزر هذه المنظمات وجودها وعدمه سواء بالنسبة للناس العاديين مثلنا بالنسبة للحكومات توفير في المنزانية لأن منظمة الصحة العالمية ما عندها كوادر لتطوير لقاحات للأمراض ولا تفعل شيئا للحرب الجرثومية والفيروسات بالنسبة لآخر تغريدة نتوقف عندها من غيث يقول لك قرار فاشل إنك تعلق تمويل منظمة الصحة العالمية وإن دل على فشل في إدارة الأزمة في أمريكا وتخبط الإداري لترامب وأنت كنت تعلم بوجود تعتيم من الصين ومنظمة الصحة العالمية لهذا الفيروس إيقاف تمويل جزء كبير من ميزانية المنظمة الدولية لن ينعكس على مكافحة وباء كورونا فحسب بل على غيرها من الأمراض السارية والأوبئة فالمنظمة تقول إنها تعمل على تمكين النظم الصحية في الكثير من الدول لعلاج أمراض القلب وسكت الدماغية والسرطان والسكر وأمراض الرئة ولها برامج توعوية لمواجهة المخاطر البيئية والمحددات الاجتماعية للصحة فضلا عن نوع الجنس وحقوق الإنسان شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها